بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذا الدرس الثاني والحلقة الثالية من برنامجنا المبارك في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في هذه الدروس المباركة التي يتفضل فيها بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الشيخ الوالد دكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جزاء الله عننا وعلى المسلمين خير الجزاء حياكم الله معالي الشيخ الله يحيي حياكم الله وبارك فيكم نستأذنكم في استئناف كتاب الطهارة للإمام محمد بن عبدالوهاب عندما توقفنا عنده من قوله رحمه الله وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان بيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أراد أن يمسح رأسه أراد أن يمسح رأسه لم يأخذ للرأس ماء جديدا وإنما مسحه بالبلل الباقي في يديه بعد غسل اليدين فدل على إجزاء ذلك وجوازه للمتوضي وأنه ليس بلازم إذا غسل يديه مع المرفقين وبقي فيهما بلل أن يأخذ ماء جديدا أو بللا جديدا ليمسح به رأسه وإنما يمسحه ببقية البلل الذي كان في كفيه من غسل يديه وفي حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهه ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه ويأتي إن شاء الله نعم الترتيب بين الأعضاء واجب كما في الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين يعني وَاغْسِلُوا وَأَرْجُولَكُمْ إلى الكعبين فالأرجل معطوفة على الأعضاء الوجه واليدين ليست معطوفة على الممسوح على مسح الرأس فولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يأخذ ماء أو بللا جديدا ليمسح به رأسه وإنما اكتفى بالبلل الباقي في كفيه بعد غسل يديه وعن جابر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي نعم جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهذا فيه مشروعية عيادة المريض وطلب ما أن فتوضأ به ثم أخذ ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم وصبه على المريض فشفاه الله شفاه الله بذلك وهذا من بركة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فذكر الحديث وفيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة أردف معه الفاضل بن العباس رضي الله عنه أبن عمه وسار إلى مزدلفة فلما نزل بها طلب المال يتوضأ فجاءه بماء من زمزم فتوضأ به فدل هذا على جواز الوضوء بماء زمزم كسائر المياه نعم قال رحمه الله وتوضأ عمر بالحميم رواه البخاري توضأ عمر بالحميم يعني بالماء الحار أو الماء الساخن فإذا توضأ بالماء المسخن أو الساخن من أصله فلا بأس بذلك نعم وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب نعم وهذا الحديث فيه دليل على جواز أو على صحة توضأ الرجل بفضل المرأة توضأ الرجل بفضل المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما فضل من وضوء زوجته أو بفضل اغتسارها فيدل هذا على أن فضل المرأة أنه يطهر الرجل لأما حديث لا يتوضأ الرجل من فضل المرأة قالوا هذا إما أنه منسوخ وإما أنه محمول على بيان الأولى والأفضل نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل بيمونه كذلك هذا يدل على ما دل عليه السابق من جواز تطهر الرجل ببقية طهر المرأة وفي رواية ليحمد توضأ بفضل غسلها من الجنابة نعم أنه يتطهر ببقية طهور المرأة سواء بالاغتسال أو بالوضوء الحدث الأكبر أو بالأسر وعن الحكم بن عمر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نعم هذا مع الحديث السابق الحديث السابق يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وهذا الحديث فيه النهي عن ذلك فما الجمع بينهما الجمع بينهما كما ذكرنا إما أن الحديث الثاني هذا منسوخ وهو النهي منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لبيان الأفضل وأن الأفضل أن الرجل لا يتطهر ببقية طهور المرأة هذا من باب الأفضلية لا من باب الإجزاء نعم قال أحمد جماعة كرهوه منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس نعم جماعة من الصحابة أخذوا بالحديث الأول أنه نهى عن تطهور الرجل بفضل طهور المرأة نعم وتوضى هو ميمونة وعائشة من إناء واحد فروا أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها نعم حديث الذي قبله مثل ما سبق رجل يتوضى بفضل طهور المرأة وأما النهي عن ذلك فهو إما منسوخ وإما من باب الأولى والأحسن وهذا الحديث فيه أنه رأى بعدما فرغ من الوضوء صلى الله عليه وسلم رأى بقعة لم يصل إليها الماء فعصر عليها من شعره من البلل الذي في شعره ما غسل هذه البقعة أدل على جواز ذلك وأنه لا بد أن يعم الماء العضو لا بد أن يعم الماء عضو الوضو ولا يبقى منه شيء قد رأى صلى الله وسلم رجلا توضى وبقي في قدمه لمعة قدرت درهم فقال له ارجع فأحسن وضوءك فدل على أنه لا يجوز أن يبقى شيء من عضو الوضو لا يصل إليه الماء نعم وروا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقض أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه البخاري ولم يذكر ثلاثا نعم هذا فيه وجوب غسل الكفين قبل الوضو إذا قام من نوم الليل إذا قام من نوم الليل خاصة وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده ربما تقع يده على فرجه فيتأثر بالنجاسة تتأثر بالنجاسة من وقوعها على فرجه فيزيل هذا بغسلها غسلها ثلاثا بعد الاستيقاض من النوم وقبل الوضوء فهو واجب وأما غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل قبل الوضوفة ومستحب نعم قال رحمه الله باب الآنية عن حذيفة لما ذكر لما ذكر في الأحاديث السابقة أن الماء الذي هو مادة الطهور وأنه الأصل في الطهارة وكان الماء سائلا يحتاج إلى وعاء يحتاج إلى وعاء لك رباب الآنية التي هي وعاء الماء من أين تكون الآنية هل يختص بآنية معينة نعم عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم نهينا عن عن آنية الذهب والفضة لما فيها من الخيلة وكسر قلوب الهقراء ومن تضييط السكة على الناس ففيها أشياء محرمة الفخر والخيلة والإسراف وغير ذلك لذلك نهي عن استعمال أواني الذهب هو الفضة ولا يستثنى من ذلك إلا الضبها اليسيرة من الفضة التي التي يخاط بها كسر الإناء أو يشعب بها كسر الإناء من الفضة وأما الذهب فلا يجوز شيء منه أن يكون في الآنية لأن الإناء الخالص من الذهب والإناء الذي فيه شيء من الذهب سوى في هذا نعم قال ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هذا نهي عن الشرب في اتخاف الأواني من الذهب والفضة والأكل في صحافهما في صحيفة الذهب والفضة لما في ذلك من الإسراف ولما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمحتاجين ومعاني كثيرة فيحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وقال لأنها لكم لأنها لهم في الدنيا لأنها للكفار هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار فإنها لهم في الدنيا لأنهم لا يفرقون بين حلال وحرام ولكم في الآخرة فآنيت الجنة من الذهب آنيت الجنة من الذهب والفضة وطافوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون بصحاف من ذهب فدل على أن المسلمين تكون آنيتهم في الجنة من الذهب والفضة وأما في الدنيا فهي محرمة عليهم وإن استباحها الكفار نعم وعن أم سلمة مرفوعا الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولمسلم أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة وعن البرائن ها هما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة نعم هذا فيه الوعيد في هذه الأحاديث الوعيد على من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة من المسلمين وذلك نوعان من الوعيد الأول أنه يجرجر في بطنه نار جهنم يعني شرابه يتحول إلى عذاب والعياذ بالله والنوع الثاني من التعذيب أنه يحرم منها في الآخرة كما علمنا أن آنية أهل الجنة من الذهب والفضة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ففي الآخرة هي آنية أهل الجنة فالذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا يحرم من هذه الآنية في الجنة وإن دخلها فإنه يحرم من هذه الآنية الطيبة في الجنة نعم أحسن الله لكم معالي الشيخ إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى نهاية هذا الدرس وهذه الحلقة الثانية من برنامجكم شرح كتاب الحديث للإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى على أن نستأنف إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية الأحاديث في باب الآنية التي أوردها الإمام محمد رحمه الله في ختام هذه الحلقة نتقدم إلى ضيفها معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوه يتيكبار العلماء بالشكر الجزيلي على ما بين وأوضح وجزاه الله عنا خيرا هذا يزيد الهرائيش يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم والسلام عليكم